تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية رافقه عدد من الوزراء حيث افتتح رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وأشهد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحقب التاريخية لمصر مؤكدا أن هذا المتحف يعد صرحا جديدا يضاف إلى خارطة السياحة المصرية وإنجازا ضمن خطة الدولة لإعادة أحياء المناطق والمقهر الأثرية لجعلها مقصد سياحية جذبة يأتي افتتاح المتحف بعد إغلاقي لمدة 18 عاما حيث يضم المتحف الذي يعد منارة علمية وثقافية داخل محافظة الإسكندرية قاعات للعرض المتحفي حديقة متحفية مركزا لحفظ وترميم الأثر ومركزا آخر لبحوث العملة ومركزا للبحث العلمي ترجمة نانسي قنقر